وحول معركة الموصل ينضم لنا عبر الأقماص طناعية مباشرة من بغداد الدكتور حسين علاوي الخبيل العسكري والاستراتيجي دكتور مساء الخير أهلا بك معنا في البداية دعنا نتحدث عن آخر تطورات العسكرية على الأرض بحسب المعلومات التي وصلتك عن معركة الموصل ماذا تبقى خلال الفترة الحالية خلال المرحلة الحالية من المعركة نعم أكيد أنه المعركة الآن تسير بوتيرة صعبة وتحديات كبيرة لكن على الرغم كل ذلك جهاز مكافح ترابي تقدم من محور باب سنجار بالتجاه الشارع الفاروق وكذلك بالمقابل قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع والفرقة التاسعة هم حرروا الآن مستشفى الشفاء وكذلك يتقدمون بنسبة 75 إلى 70 بالمئة للسيطرة على الشفاء ومن ثم يحاولون الدخول من المحور آخر إلى المدينة القديمة على اعتبار أن الدخول من عدة محاور سيشتت مقاتلي كيان داعش الرهابي ويشتت سيطرتهم على المدنيين وكذلك المنافذ الآمنة لكي يخرج منها المدنيين وبالتالي نخفف الضغط على المدنيين بعد تقرير الأمم المتحدة من أن هناك مليون عفوا مئة ألف نسمة من المدنيين محتجزين من قبل كيان داعش الرهابي صحيح طيب داعش يعني يلجأ إلى كل هذه الممارسات سواء احتجاز المدنيين استخدامهم كدروع بشرية المفخخات يعني كتخبطات أخيرة في هذه المعركة ما المتوقع من داعش أيضا بما أن القوات العراقية أصبحت جدا قريبة من الجامع النوري بالنسبة للمزية هذا الجامع بالنسبة لداعش منه أعلن أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة ما المتوقع الآن من داعش؟ يعني أكيد أولا ميذنة الجامع يعني كل التوقعات الاستخبارية تشير إلى أنها مفخقة مئة بالمئة وكذلك ما يحيط به الجامع تحيط به سيارات مفخقة وبالتالي الجامع الآن مفخق ما يحيط به الجامع من أحياء سكنية أساسية وهي الأبواب الأربعة لمدينة الموصل القديمة تكاد تكون الجغرافية فيها ضيقة جدا وعملية الحركة صعبة جدا وبالتالي الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ستكون محيدة من قبل القوات المواجمة سواء في جهاز مكافح احتراب أو في الشرطة الاتحادية أو في الجيش العراقي وكذلك بالمقابل داعش سيستخدم أسلوب السيارات المفخقة وكذلك تفقيق كل شيء موجود أو ما يمكن أو يستطيع المفخقة وهو ما لاحظنا في تقرير قناتكم الموقرة عندما أشار إلى هذه المرأة التي كان بجانبها براد مفخق وكذلك السيارة المفخقة الموضوعة أمام المنزل وبالتالي هو سيستخدم كل ما لديه من قدرة وإمكانات وطاقات إضافة إلى استخدام المعابر الأرضية التي تكون ملاذات آمنة للهروب وهذا ما حصل قبل 48 أو 72 ساعة عندما حاول أن نروب نحو الدندان لكن فشل فشل ذريعا جدا على الاعتبار أن قوات الشرطة الاتحادية استطاعت القضاء عليه بصورة كبيرة جدا وبالتالي المدينة كلها تنتظر النصر لكن هذا النصر هو مكلف لأن فيه تحديات كبيرة يكون فيه مقدمة أنه المواطنين محتجزين من قدرة داعش كل هذه المعطيات أستاذ حسين أو دكتور ممارسات داعش والمدنيين وحمايتهم ما الذي تتطلبه المرحلة الحالية من المعركة عسكريا وإستراتيجيا وبالنظر أيضا إلى جغرافيا المنطقة نسمع بأن الأزيقات جدا ضيقة هناك يعني أكيد عسكريا لابد أن يكون هناك حذر من قبل المقاتلين للحفاظ على المدنيين بصورة كبيرة جدا وبالتالي لتنفيذ تعليمات القادة العام للقوات المسلحة دكتور حيدر العبادي وكذلك الأسناد اللوجيستي من قبل قوات التحالف بصورة عالية جدا واستخدام أسلحة ذكية كصواريخ الهمرس التي قد تستهدف بها القناصين الذين يستهدفون تقدم القوات أو يعيقون تقدم المدنيين باتجاه القوات العسكرية العراقية المحررة للأرض وبالتالي نحتاج إلى أسلحة ذكية جدا شكرا لك دكتور حسين علاوي الخبيل العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الأقماص الصناعية من بغداد